رفعت بصمات من النافذة المكسورة في السكن الذي يشخله ادريس كانت كلها بصمات تعود الى ادريس على بقايا الزجاج اثار لم تكن بصمات بعد اسبوع بدى ادريس يستعيد وعيه ولكن حالته الصحية لم تكن تسمح بالاستماع اليه هاربون يعيشون حياة عادية ينصهرون في المجتمعات يذوبون وعلى مدى سنوات يظلون يحملون اسرارهم هي اسرار رهيبة ذكريات لا تغمض لها جفونهم يبرعون في التمويه يتخذون هويات زائفة يتخفون ثم يأتي يوم تنكشف فيه الاسرار وتسقط الاقنعة ويقعون في قبضة العدلة هاربون قصص مستوحاة من الواقع كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى بصمات غير مكتملة ذات مساء من غشت من العام ثمانية وتسعين تسعمائة والف ظهر على شاطئ الجديد رجل يستحب قردا ويقدم عروضا للمتنزهين لم يكن فيما يقوم به تجديد ولا ابداع ولعل كثيرين ممن رأوه تساءلوا هل هو الحر المفرد في مراكش ما دفع هذا الرجل وقرده الى شاطئ الجديدة كذلك تساءلوا حركاته تشبه حركات الذين هناك في جمع الفنة يستقطبون اهتمام السياح والمحليين على حد سواء وحركات القرد هي تلك الحركات التي تأتي بها القردة التي تؤثث بعض الحلقات حتى الرجل الذي يتجول على شاطئ الجديد يضع في عنق قرده طوقا من جلد تتدلى منه سلسلة حديدية يمسك بها ومع ذلك فانه استطاع ان يجمع حوله ما يكون به حلقة بيد يمسك السلسلة الحديدية التي تتدلى من عنق القرد وبيده الاخرى عصى يضرب بها على الارض ليفهم اوامره الى القرد او ليمنح رقصاته ايقاعا هي بضع حركات من قرد فتح عينيه الى حدودهما القصوى فبدى متعجبا من هؤلاء الذين يتفرجون على حركاته البهلوانية ثم ينزع الرجل تربوشه ويطوف على المتحلقين مستجديا بعض النقود وقد نجح في ذلك في الايام التي تلت كان يحاول الاجتهاد لاستقطاب المزيد من المتحلقين وحين ينتهي العرض حين يكون الليل قد اقترب من ثلثه الاخير يشاهد الرجل منصرفا وقد حمل قرده الصغير على كتفه منذ ان وصل الى الجديدة يقيم صاحب القرد واسمه المختار ولد الغريب لدى قريب له يعمل حارسا في معمل بالمنطقة الصناعية كان يتقاسم مع قريبه ذاك ادريس بلغنيمي غرفة مستطيلة جعل من جزء من عمقها مطبخا وفي مدخلها كان مرحاض صغير بالقرب من بابه وضع قفصا للقرد كان ادريس مرتاحا لوجود ابن خاله معه فقد كان المختار يقيه شر الذهاب الى السوق والتبضع كان يتولى ذلك وكان ادريس لا يمل من تكرار لازمته تلك التي يقول فيها لضيفه لا تتكلف انت ضيفي يتولى المختار ايضا الطبخ فقد صدق قريبه الذي امتدح مهارته في الطبخ ولم يكن ادريس يتجر ولا يمل ولا يصيبه القنوط وهو ينتظر عودة المختار في بطن الليل وعدما كان يستفده ادريس لقاء ايوائه المختار فانه يجد فيه مؤنسا ورجلا له ملكة في الغناء ذات جمعة وكان المختار يعده يوما للراحة اذ لا يشتغل سوى في ساعة متأخرة من المساء ذبح ارنبا جاء به الى مدخل تلك الغرفة بالقرب من القفص الذي يأوي القرد كان القرد ينظر لما كان المختار يمرر السكين على عنق الارنب مر يومان قرر المختار ان يذهب الى الدار البيضاء لزيارة شقيق له هناك وقد ابقى على القرد في القفص اوصى قريبه بالاعتناء به في النهاية كان القرد قد الفه رأى ادريس انه بامكانه ان يخفف قليلا من وطأة القفص على القرد فتح له باب القفص وربط السلسلة الى باب الغرفة كان طول السلسلة يبقه بعيدا عن مكان النوم كانت تلك ليلته الاولى مع القرد دون صاحبه عاد المختار الى الجديدة في اليوم التالي كان يحمل في يده بعض المأكولات لما وقف بباب السكن طرق الباب ولكنه لم يتلق جوابا مضى الى النافذة الوحيدة كانت مفتوحة لاحظ ان زجاجها كان مكسورا وعلى العتبة بقع دم ادرك ان مكروها حدث اطل من النافذة لم يكن مجال ابصاره يتيح له استكشاف الغرفة كاملة ناد على ادريس ولما لم يتلق ردا قرر ان يتوجه الى ادارة المعمل عله يأتي بخبر حكى للمسؤول عن الموظفين ما عاشهم منذ ان عاد من الدار البيضاء وكيف انه عبثا طرق الباب بعث معه المسؤول احد مساعده للمعاينة وما ان وقف على صحة ما ابلغ به المختار حتى عاد الى رئيسه ينصحه بطلب شرطة النجدة لانه يظن ان مكروها قد حدث انقضت ساعة او ما يقرب من ذلك لما وصلت سيارة للشرطة كان عرامتها مفتشان بعد معاينة اولية تقرر اقتحام تلك الغرفة ولم يصمد الباب الخشبي امام المحاولة الثانية التي قام بها احد المفتشين في الداخل سريعا ما اكتشف مشهد رهيب ادريس بالغنيمي ممدد في فراشه وعلى وسادته بقعة دم كبيرة تقدم احد المفتشين جس نبضه ظن ان الرجل ما زال على قيد الحياة ولذلك طلب سيارة اسعاف في المستشفى اكدت الفحوص الاولية ان ادريس ما زال به رمق من حياة قدمت له الاسعافات الاولية كان قد فقد كمية كبيرة من دمه لاحظ المختار ان قرده قد اختفى وقد ابلغ المحققين بانه كان قد تركه في قفصه واوصى ادريس بالاعتناء به قام المختار بجولة عبر مسالك المنطقة الصناعية ووسع دائرة البحث الى محيط المنطقة لا اثر للقرد وقد صار يخشى عليه الان ولكن انشغاله بتتبع الحالة الصحية لقريبه ادريس كان يحول دون المضي بعيدا في البحث عن القرد التائه رفعت بصمات من النافذة المكسورة في السكن الذي يشغله ادريس كانت كلها بصمات تعود الى ادريس كانت على بقايا الزجاج اثار لم تكن بصمات وقد تنبه احد الباحثين الى انها قد تعود للقرد في مكان قريب من السكن بين اعشاب حديقة صغيرة في مدخل المعمل اكتشفت مدية بها اثر دم في المختبر تبين ان الدم دم ادريس الذي لم يكن قد استعاد وعيه بعد لم تكن على مقبض المدية اثار بصمات بعد اسبوع بدأ ادريس يستعيد وعيه ولكن حالته الصحية لم تكن تسمح بالاستماع اليها بعد اسبوع للمرة الاولى منذ حدوث المأساة قرر المختار القيام بجولة على الشاطئ في المساء وبينما هو بالقرب من المكان الذي تعود ان يقيم فيه حلقته لاستعراض مهارات قرده فوجئ بالحيوان يقبل نحوه كانت السلسلة الحديدية التي يجرها معه تحدث صلصلة خافتة قفز القرد معانقا احتضنه المختار بحرارة ثم تركه يصعد الى كتفه لم يكن يريد اقامة الحلقة ولكن اناسا كثيرين توقفوا عنده بينما كان يعيش لحظة تلاق مع القرد بعد ان غاب عنه نحو من اسبوع عاد متأخرا الى السكن في الباب وجد احد مفتشي الشرطة ولما رآه يحمل القرد على كتفه قال له اخيرا عفرت عليه نعم سيدي ولست ادري اين كان كان يرد وهو يهم بولوج السكن وما ان اقترب من الباب حتى قفز القرد من على كتفه وهرب بعد لحظات اطل عليه من سطح معمل مجاور ماذا حدث له سأل الشرطي لست ادري كنت اريد ان ادخله قفصه وكما شاهدت فانه هرب كان القرد يطل بحذر من سطح معمل قريب تقدم المختار الى اسفل المعمل وهو ينادي القرد ويدعوه اليه كان القرد ينظر اليه ولا يبده اهتماما بما يقوله الرجل لحق المفتش الشرطة بالمختار منذ متى وهذا القرد يرافقك منذ ما يقرب من ستة اشهر اذا انكم لا تعرفان بعضكما جيدا لا يسيدي فقد اقمت معه عشرات الحلقات في الجديدة وقبلها في مكناس هل اشتريته لا عفرت عليه في نواحم الراكش ام سرقته من جامع الفنة قال مفتش الشرطة قبل ان يضيف هل تعلم ان هذا القرد هو الذي ذبح ابن خالك نظرا مختار الى الشرطي مشدوها نعم اكد المفتش الاثار التي وجدناها على قبضة المدية هي اثار يدي القرد في الغد كان ادريس قد تحسنت حالته الصحية صار ممكن للان الاستماع اليه وقد اكد ان القرد هو الذي هاجمه ليلا علم المحققون انه ليلتها قرر ان يبقيه خارج القفص مربوطا بسلسلته الى باب الغرفة استغرق البحث عن القرد يومين في النهاية امسك به رجال الوقاية المدنية علم المحققون من ادريس انه فهم متاخرا ان القرد انما قلد صاحبه المختار لما رآه يذبح الارنف هاربون يعيشون حياة عادية ينصهرون في المجتمعات يذوبون وعلى مدى سنواتنا يظلون يحملون اسرارهم هي اسرار رهيبة ذكريات لا تغمض لها جفونهم يبرعون في التمويه يتخذون هويات زائفة يتخفون ثم يأتي يوم تنكشف فيه الاسرار وتسقط الاقنعة ويقعون في قبضة العدلة هاربون قصص مستوحات من الواقع كتبها ويقدمها عبدالصدق بن عيث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة